هذا وشهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا عدة زيارات مشتركة للقادة وكبار المسؤولين في البلدين الصديقين تأكيدا منهم على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين نعم يؤكد جلالة رعاه الله دائما على اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية والحرس على جعل هذه العلاقات اكثر قوة في المنامة وباريس تجتمع الرؤى والاهداف المشتركة للبلدين الصديقين فالعديد من اللقاءات والزيارات التاريخية منذ القرن الماضي على المستويين الرسمي والشعبي شهدة على المصالح المشتركة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية فرنسا وشهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ادت زيارات ولقاءات مع رؤساء الفرنسيين اضافة الى اللقاءات على مختلف المستويات ويؤكد جلالته ايده الله على اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية والحرص على جعل هذه العلاقات اكثر قوة وهو الامر الذي يتجسد بما تتخذه مملكة البحرين من خطوات تجاه تعزيز العلاقات فالعلاقات بين البلدين كما يؤكد جلالة الملك المعظم تشهد تطورا مستمرا يزداد عاما بعد اخر مما يجعلها انموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول يهتذا به في كافة المجالات على اسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة وتستند الى تاريخ مشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا كما ان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قاد العديد من الجهود التي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين حيث كان ولا يزال مؤكدا ان هذه العلاقة تحمل امكانية كبيرة لتطور في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية حيث تم الاعلان في عام 2011 عن انشاء لجلة توجهية مشتركة تضم وزارتي الخارجية في البلدين لوضع خطة وبرنامج عمل لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينهما في كافة المجالات الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين تعتبر مؤشرات قوية على العلاقات الثنائية فيما بينهما اذ ان اللقاءات والتعاون بين الوزارات والمؤسسات في البلدين تشهد تقدما عاما تلو الآخر من خلال العديد من اوجه التعاون الثنائي والتعامل المشترك تجاه التحديات والفرص التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر